طرف جديد يدخل على الخط في معركة عزل ترامب المرتبطة فيما باتت تعرف بفضيحة زيلنسكي هذه المرة البنتاجون الذي أبدى استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق لكن المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمن لم يقتصر على إبداء التعاون فالبنتاجون أكد في المؤتمر بأنه لم يكن يستمع لمكالمة الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني التي اتهم فيها ترامب بالضغط على أوكرانيا بتجميد صفقة بيع أسلحة لغايات انتخابية هوفمن أشار إلى أن وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية لأن جدول أعماله مثقل للغاية على حد وصفه أما عن إجراءات التعاون في ملف زيلنسكي فقال المتحدث باسم البنتاجون إن المجلس القانوني في الوزارة أمر جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها هوفمن ولكي يقطع الشك باليقين أشار إلى أن هذا الإجراء استباقي لضمان توفر البيانات ولم يصدر بسبب ضغط من قبل الديمقراطيين في الكونغرس سبقت تلك الإجراءات المتعلقة بفضيحة زيلنسكي استقالة المبعوث الأمريكي إلى أوكرانيا كيرلت فوركر الأسبوع الماضي إثر تلقيه استدعاء من الكونغرس لاستجوابه كمتورط في الفضيحة تبعه وتقديم فوركر لشهادته خلف أبواب مغلقة وأمام ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب ليصبح أول مسؤول يقدم شهادته من بين الذين وردت أسماؤهم في شكوى المخبر المجهول روان حمزة العربية